اشتركوا في القناة لا فيه ولا اكراه وكثيرة هي الحالات التي يعمد فيها الزوج الى التحايل على مقتضيات واحكام الشريعة متغافلا ما يترتب على ذلك من الناحية الدينية ليس موضوعنا البحث فيما يترتب شرعا على من يلجأ الى خدمات الزوج المحلل ولكن ما يستوقفنا في قصتنا اليوم هو جانب الجريمة التي نشأت في ظل اللجوء الى خدمات الزوج المحلل نحن في الدار البيضاء اواخر العقد الاخير من القرن الماضي صالح المشروط تاجر معروف في اوساط بائع حديد الخردة الموجه لاعادة الاستعمال يملك صالح عدة مستودعات واسطولا من الشاحنات يجلب اليها حديد الخردة من مختلف المدن المغربية كانت تجارته منتعشة كما انه اشتهر باقامة الليالي الحمراء والسهرات الماجنة كثيرات هن الحسناوات اللواتي اتخذهن خليلات ولكن علاقته بالواحدة منهن لا تعمر اكثر من بضعة اشهر في احسن الحالات عدد من النساء اللواتي تعرف عليهم الصالح المشروط رفضنا الاستسلام له الا بشرط ان يعقد عليهم ويتزوجهن لم يكن يتردد ولكنه يضمر في كل مرة نية تطليق الواحدة منهن بعد ان يقضي وطره منها في هذا المسلسل الماجن سقط صالح في شرك الوله بزكية زكية تواب كانت فتاة جميلة تزوجها كما تزوج كثيرات غيرها من قبل عقد عليها وهو يضمر نية تطليقها بعد حين كما طلق كثيرات قبلها لعله لم يكن قد وعى بحقيقة الغرام الذي وقع فيه ذات مرة رآها وهي تتحدث الى احد العاملين في مكتبه في قرارة نفسه رأى الفرصة مواتية لتطليقها اتهمها بالخيانة الزوجية ودون ان يستند الى حجة او دليل قال لها انت طالق كانت المرة الاولى التي طلقها ولكنه ما لبث ان ندم على ما صدر منها تراجع ولكنه طلقها مرة ثانية في ظروف مختلفة ثم تراجع قضى صالح مع زوجته زكية اياما سعيدة لقد بدأت تترسخ في ذهن الرجل فكرة الاستقرار وان كان ولعه بالليالي الحمراء والحسناوات لم يخفت قضت ظروف عمله ان يتغيب عن البيت لفترة سافر الى الخارج بعد ان وفر لزوجته زكية كل ما يغنيها عن مغادرة البيت التزمت الزوجة لم تبرح مسكنها خلال تلك الفترة كلها في الخامس عشر من غشت نحن في العام ثمانية وتسعين تسعمائة والف تعرض زوج شقيقتها لحادثة سير خطيرة نقل اثرها الى المستشفى اضطرت زكية الى مغادرة بيتها وقصدت بيت شقيقتها لتؤازرها في تلك اللحظات العصيبة التي تجتازها كان غياب صالح قد طال فاق الشهرين من سوء حظ زكية ان زوجها عاد من سفره في الوقت الذي كانت فيه خارج البيت سأل صالح الجيران قالوا انها خرجت كذأبها في ابها حلة لم تكن زكية تتحدث الى جاراتها كانت تخشى بطش زوجها وكان هو يعلم انها لا تتحدث اليهن ومع ذلك ما انقل له انها خرجت في ابها حلة حتى اعلن انه مطلقها كان الطلاق الثالث لم يكلف نفسه عناء السؤال عما اخرجها من البيت عادت زكية بعد حين فوجدت زوجها قد عاد من سفره كان الحزن يعلو محياها لم تكن في ابها حلة كما قيل الحادثة التي تعرض لها زوج شقيقتها جعلت حياته في مهاب الريح كانت حزينة لما قد تقول اليه اسرة شقيقتها ما اندخلت حتى اعلن صالح انه طلقها ردت انها كانت في بيت شقيقتها اخبرته بالحادثة التي تعرض لها زوج شقيقتها ولما هدأ وعاد الى صوابه توجه الى المستشفى حيث تأكد صدق ما قالته مطلقته ندم على ما صدر منها صار الندم ينخر احشاء لقد طلق زكية طلاقا ثالثا وهي لن تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره يا لهول ما وقع فيه صالح المشروط ذهبت زكية الى بيت اسرتها توسل صالح بالفقهاء والعلماء وكل العارفين باحكام الدين لا حل امامه هي لن تحل له قبل ان تنكح زوجا غيره يقتضي الامر ان يكون الزواج شرعيا وان يكون الطلاق الذي ستحل له بعده طلاقا عاديا غير مفتعل لما يأس صالح جاءه احدهم ممن يشاركونه لياليه الماجنة واقترح عليه التحايل على الدين عرض عليه البحث عن زوج تحت الطلب عن شخص يعقد على مطلقته زكية ثم يطلقها بعد بضعة ايام مقابل بعض المال استحسن صالح الفكرة ما يهمه هو ان يستعيد تلك التي فتنته حبه اقترح عليه شاب ليقوم بمهمة محلل ابلغ صالح اسرة مطلقته بذلك غير ان زكية اشترطت ان يتنازل لها على بعض من ممتلكاته لتؤمن بها مستقبلها لم يرفض صالح ايا من الشروط كان صديقه الذي اقترح الشاب ليقوم بدور محلل قد اكد لصالح ان الرجل على استعداد لتطليق زكية بعد يومين من ابرام عقد النكاح كان المحلل المقترح شابا وسيما في الخامسة والعشرين من العمر عاطلا عن العمل انقطع عن الدراسة في المستوى الجامعي يعاني من خلل عقلي اورثته اياه المناشطات التي كان يفرط في تناولها لتعويض ضعف الذاكرة لديها بين فينة واخرى ينقلب سلوكه رأسا على عقب يتحول من ذاك الشاب الوديع الى شخص شرس في حالة هياج كانت اسرته بعد سنوات من العلاج في مستشفى الامراض العقلية قد يأست من شفاءه ما شجع صديق صلاح على اقتراح هذا الشاب ويدعى رضى الخلفاوي لدور المحلل تلك الثغرات التي تعتلي ذاكرته كان الرهان على حالة النسيان التي تنتابه اذا اعتقد انه سرعان ما سينسى عقده على زكية وسيسهل تطلقها منها كذلك كانت حسابات صديق صالح تم اعداد الوثائق الادارية لعقد الزواج وجئ بزكية ورضى الخلفاوي الى مكتب عدلين وثق الزواج وقع رضى في السجل كما وقعت زكية وصار زوجا وزوجة كان صالح وصديقه واثقين من ان الامور تحت السيطرة حاول صرف الشاب ولكنه امتنع عن الانصراط وبدأ يطالب باستحاب زوجته زكية ولما بدى ان الشاب مصر على اصطحاب زوجته اخرج صالح هاتفه النقال وطلب رجالا اشداء من رجاله حضروا بعد وقت وجيز الى المكان امروا بنقل رضى الخلفاوي الى ضيعة لصالح في اطراف المدينة لم يكن العدلان الذان وثق الزواج على اطلاع على اللعبة ولما ايقن صالح وصديقه انهما وقع في ورطة لم تكن في الحسبان تفتق اجتهاد الصديق عن فكرة اقترح على العدلين لقاء مبلغ من المال الغاء عقد الزواج فوجئ صالح الذي تعود ان لن يرفض له طلب بان احد العدلين الذي كان موجودا في المكتب يرفض الغاء العقد وكان قد تابع مشهد خطف رضى الخلفاوي بينما كان يصرخ مطالبا بزوجته فاجأ صديق صلاح العدل بالسؤال عما سيحدث اذا ما توفي الزوج المحلل لم يظفر بشيء فانسحبه لما التقى العدلان بدى لهما ان الشاب الذي عقد زواجه بزكية قد يكون في خطر ولذلك ابلغ قاضي الاحوال الشخصية في تلك الاثناء كانت عائلة رضى الخلفاوي تتقدم لدى مفوضية الشرطة بطلب بحث عن مختف لم يكن المختفي سوى الشاب رضى الخلفاوي قدم العدلان الى قاضي الاحوال الشخصية الوثائق التي اسس عليها عقد الزواج ولما اطلع على الملف لم يجد فيه ما يبطل العقد علم ان الشاب رضى الخلفاوي انما يقوم بدور الزوج المحلل لم تكن حالته هي الاولى التي يبحثها قاضي الاحوال الشخصية كان العدلان قد ابلغ القاضي بان من توسط في تلك الزيجة لما لم يستجيب لطلبه الغاء عقد زواج طرح احتمال وفاة الزوج المحلل ولذلك رأى القاضي ان الشاب قد يكون في خطر فابلغ رئيس الامن الاقليمي بهذه القضية بعد اقل من ساعة تم ارسال ضابط من الشرطة القضائية الى مكتب القاضي حيث التقى العدل الذي حاول صديق صالح اغراءه لالغاء عقد الزواج استمع الضابط الى العدل واخذ نسخا من الوثائق التي شكلت ملف زواج في مفوضية الشرطة باشر بحثا حول كل الاسماء التي كانت ذات صلة من قريب او بعيد بزواج رضا الخلفاوي بزكية تواب كان الضابط امام حالة توجد فيها حياة شخص في خطر وقد تأكد ان رضا هو شاب الذي تقدمت عائلته بمطلب بحث عنه بعد ان اختفى منذ نحو اسبوع البحث الذي قام به الضابط حمزة ابو الفضل لم يكشف شيئا عن السيدة زكية يجعلها محل شبه ومع ان الصالح المشروط معروف بمغامراته مع النساء فانه من حيث علاقاته العامة لم يرد ما يفيد بالشك في جدية معاملاته زار الضابط منزل عائلة رضا الخلفاوي وقد مكنته والدته من دخول غرفته كانت كما تركها يوم خرج منها للمرة الاخيرة قبل ان يختفي قالت الام ان ولدها غادر غرفته مسرعا يوم الثلاثين من غشت من العام ثمانية وتسعين تسعمائة والف غير ملابسه حمل بطاقة تعريفه الوطنية قالت الام انها حسبته لحظتها في كامل وعيه وبتلقائية ادخل ضابط الشرطة يده في جيب سروال رضا من قرارة الجيب اخرج بطاقة كتب عليها اسم حسن ورقم هاتف سأل الضابط الام ان كانت تعرف لولدها رضا صديقا يسمى حسن قالت انه ربط في الاوينة الاخيرة علاقة مع شخص يدعى لحسن تبين لاحقا ان الامر يتعلق بالمدعو الحسن بمعزة وبالرغم من استدعائه الى مفوضية الشرطة واستجوابه الا انه لم يدل بما يفيد البحث الا ما تعلق بصلته برد الخلفاوي قال انه تعرف اليه حديثا خلال مباراة لكرة القدم وانه لم يتصل به سوى مرة واحدة بغرض اللقاء في ملعب لكرة القدم لاجراء مباراة مع اصدقاء من الحي اخلي سبيل بمعزة ولكن الضابط لم يقتنع بما قاله فطلب من وكيل الملك الاذن باستخراج جرد بالاتصالات الهاتفية التي تم اجراؤها بواسطة الرقم الهاتفي الذي يعود الى الحسن بمعزة وافق وكيل الملك وتمكن الضابط ابو الفضل من التأكد من ان الحسن بمعزة كان يكذب وبذلك صار اول مشتبه فيه في هذه القضية تم وضع هاتف بمعزة تحت المراقبة احد ارقام الهاتف الثابت التي تكرر الاتصال به كان الرقم الهاتفي لمكتب صالح المشروط مكنت المراقبة من رصد مكالمة هاتفية من محمول الحسن بمعزة الى مكتب المشروط استوقف المكلفين بالتنصت قول بمعزة ان الاحمق لم يغير رأيه بالرغم من تهديده بالقتل وانه مصر في رفضه التخلي عن زوجته زكية قال الصوت الذي رب من مكتب صالح المشروط فليتم الانتقال الى التسميم جرعة جرعة اضاف الصوت عجل بتخليصي من ذاك اللعين حتى استعد زوجتي لم يعد هناك من شك في ان المتحدث هو صالح المشروط لما توصل الضابط بكل تلك المعلومات طلب من رئيسه دعما بشريا وماديا فاثناء مراقبة مكتب صالح المشروط شهد الحسن بمعزة يدخل المرآب بعد قليل شهد وهو يغادر على متن سيارة اخذا وجهة الرباط تم اقتفاء اثره توقف عند محل سكناه لما خرج كان يحمل كيسا صغيرا سلمه الى السائق ثم انصرف تحركت السيارة اقتفتها سيارة للشرطة مموهة في طريق بن سليمان توقفت السيارة عند ضيعة هناك فتح الباب ترجل السائق وتوجه الى البناية الوحيدة في محيط الضيعة بعد دقائق معدودات غادر المكان اصدر الضابط الامر الى رجاله للاطباق على حارس الضيعة كان رجلا مسنا قال ان صاحب الضيعة وهو صالح المشروط اتى بقريب له يعاني من مرض خطير فاودعه تلك البناية حتى لا ينتشر المرض الذي يعاني منها قال انه على وشك ان يشفى لانه لم يعد يصرخ كما كان حين جئ به الى هنا ابلغ الضابط عميد الامن الاقليمى بكل تلك المعطيات تقرر القبض اصدر على صالح وصديقه الحسن وسيق الى الضيعة بعد وصولهما تم اقتيادهما الى البناية في سرداب داخلها كان شخص يئن ذلك الشخص هو رضا الخلفاوي الشاب الذي قبل دور المحلل قبل ان ينقلب ويتمسك بذات الحسن زكيا نقل رضا الى المستشفى حيث تم علاجه من السم الذي كان يدس له في الطعام بينما انهمك بجال الشرطة في تجميع الادلة التي تثبت محاولة التسميم التي تعرض لها تمت محاكمة صالح المشروط وصديقه الحسن بمعزة بتهمة محاولة التسميم وبينما كان القضاء يستعد لاقول كلمته غادر رضا المستشفى وكان اول ما طلب به زوجته زكيا تواب لما علمت زكيا ما قاساه من اجلها اقرت عقد النكاح الذي يجمعهما اتكار أيضا اتكار شكرا